اشتركوا في القناة يدعي العلم وهو ليس بعالم لم يسبق له أن تلقى العلم عن العلماء وإنما تلقى العلم عن الكتب والمطالعة فقط وليس عنده قواعد علمية يبني عليها وإنما يطالع في الكتب ويمشي على فهمه وقد يكون ما يخطئ فيه أكثر مما يصيب هذا هو المتعالم وهو خطر على نفسه وخطر على الناس لأنه يتلاعب بدين الله عز وجل لو خرج واحد على الناس وقال أنا طبيب أنا دكتور أنا أعالج وهو ما مع شهادات طبية ما مع شهادات طبية هل يمكن من العلاج؟ هل يمكن من الجراحة وشق بطون الناس والعمليات إجراء العملية في القلب؟ ما يمكن هذا؟ لأن هذا خطر فكيف يمكن هذا المتعالم يتلاعب بالدين؟ تلاعب بالدين أشد من التلاعب بالأبدان فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يقولوا على الله بغير علم فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يتعلموا أولا يتعلموا قبل أن يتكلموا نعم